بمنطق الرفض القاطع لأي مقاربة تهدف إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وببيان شديد اللهجة شددت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو على ضرورة تمسك الشعب الصحراوي الثابت بحقه في الدفاع عن نفسه وعن سيادته على أرضه وثرواته الطبيعية بكل الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلحة في الوقت الذي تجدد فيه الأمانة الوطنية استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لإنهاء الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية فإنها تؤكد على موقفها ثابت في رفض أي مسعى أو مقاربة تهدف إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل لتصرفه وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال ولأن دور الاتحاد الافريقي هام وحاسم من خلال استخدام أوراق ضغط لفرض الاستفتاء بالصحراء الغربية طالبت الأمانة الوطنية لاتحاد بالإسراع في إنهاء حالة العدوان تطالب الأمانة الوطنية لاتحاد الافريقي بالإسراع في إنهاء حالة العدوان والاحتلال السافر الذي تتعرض له أراضي دولة عضو في المنظمة القارية هي الجمهورية الصحراوية من طرف دولة عضو أخرى هي المملكة المغربية واتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة ضد هذه الأخيرة ومثل ما وثقت تاريخ مصير كل استعمار بالزوال أكدت جبهة البوليساريو بأن سنة 2023 ستكون سنة التصعيد الشامل لضحر الاحتلال المغربي وتكريس سيادة الدولة الصحراوية إنها مرحلة جديدة تتضلب نقلة نوعية شاملة لمواجهة التحديات الكبيرة والمتزايدة وتصدي المؤامرات العدوي ومناوراته وتعنته حتى تكون 2023 سنة المؤتمر السادس عشر للجبهة وسنة الذكرى الخمسين لميلاد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب واندلاع الكفاح المسلح هي كذلك سنة التصعيد الشامل لضحر الاحتلال وتكريس سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني في ظل اتساع رقعة الدعم الذي تحضى به القضية الصحراوية دوليا امام السقطات الدبلوماسية المغربية المتتالية تخسر الرباط يوما بعد يوم السيادة المزعومة على الاراضي الصحراوية فمآل القضية تقرير المصير والاستقلال يقول الشعب الصحراوي